الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون صدق الله العلي العظيم هذه الأيام تصادف ذكرى الفاجعة الكبرى في هدم مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البقيع الغرقد وقد مضى على هذه الفاجعة الأليمة هذه الهزيمة الكبرى واقعا في التاريخ للشيعة أكثر من تسع وتسعين سنة أشرفت السنين على المئة دخلنا في السنة المئة والقضية لا زالت على أوج الألم من دون أن يحصل أدنى أمل في حل هذه الفاجعة المشكلة حقيقة أن تاريخ الشيعة مليء بأمثال هذه الانهزامات الشيعة يبدعون في أمثال هذه الانهزامات الكبرى الفجيعة النكراء المنكرة على مر التاريخ والتوقيع الوارد من الناحية المقدسة للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد في سنة أربعمائة وعشرة هذا التعبير تعبير عجيب لو لا رعايتنا لا اصطلمكم الأعداء اصطلمكم اصطلم يعني استأصلكم الأعداء ليش احنا شفينا ليش لازم تكون هذه الرعاية ولولا هذه الرعاية الرعاية العامة من المولى عجل الله فرجه الشريف خب لكل الكون لكل الوجود لكل ما سوى الله بيمنه رزق الورا اما انه احنا الى هذه الدرجة نكون قصر ان الاعداء يستأصلوننا اذا لا تكون هذه الرعاية نحن نحتاج الى هذه الرعاية كما نحتاج الى رعاية الله تبارك وتعالى ورعايته رعاية الله لكن لماذا هذا التعبير لاصطلمكم اصطلمكم الأعداء في التعبير الآخر في هذا التوقيع المقدس لأخذكم لأخذتكم اللأواء لأواء يعني البلاء الشديد يعني هناك رعاية واحنا الحمد لله رب العالمين مو مستأصلين ولكن هذا التاريخ من السلبيات تاريخ الشيعة يدفنون في الحيطان على مر التاريخ هذا التمييز الطائفي الموجود منذ نشأة هذا المذهب هذا التمييز وإلى يومنا هذا الذي ليس له نظير في الولايات المتحدة كم سنة السود هذو للأصحاب البشر السوداء كم سنة بالضبط تقريباً ستين سنة قبل مثل هيشوكت الف وتسعمية وثلاثة وستين الف وتسعمية وثلاثة وستين صارت هاي الولايات المتحدة صار فيها على كوني اضطراب شديد بسبب التمييز العنصري اللي كان وتشوهت سمعة هذه البلاد في كل البلاد في الولايات المتحدة كان هناك اضطراب شديد تجاوز تعدي هذا التمييز العنصري اللي معروف محاضرة واحدة اجتمعت الوفود ربع مليون انسان في العاصمة العاصمة بالضبط الف وتسعمية وثلاثة وتسعين هذا الرجل المعروف اللي الآن اسمه على كل حال كلش معروف مارتين لوثر كينج اسمه كلش معروف ألقى محاضرة أنهى هذه العنصرية عن بكرة أبيها احنا شنو ينقصنا عن السود ليش هذا التمييز يمارس في حقنا مئة عام أقدس مقدساتنا تهان بأشد أنواع الإهانة بأسوأ أنواع الإهانة وليس هناك أي علاج دائما الحديث يصير عن جملة من مجموعة من العلاجات احنا عادة عند المصيبة نلطم ونلبس أسود ونقيم العزاء وهذا شيء جدا جليل ليش لأنه يبقي القضية حية طرية غضة لازم تبقى القضية حية وهذه الممارسات أهم عوامل لبقاء الحية القضية على قيد الفكر لكن لا تنفع في مجال حسم مادة الفساد أبدا اللطم ما يفيد في هذا المجال نعم يخلي القضية إلى فترة اللي فديوم يجي فدي واحد على كل حال يكون قائد ملهم وملهم ويحسم هذه المفسدة العظمى هذه الكارثة هذا الانهزام الحقيقة المنكر الكبير الذي يمر عليه قرن كامل حقيقة لا نريد أن ننفي هذه الممارسات هذه الممارسات جيدة دائما يصير حديث عن شنو عمليات بائسة حقيقة عقيمة متفيد في مجال الحسم عقيمها وإلا هي نشاط مبارك هذا النشاط حقيقة ما أجور عليه مية بالمية أما في مجال الحسم لا قيمة له أكو تحفيز دائما خطب تحفيزية التحفيز ما ينفع النشاط الإنسان لما يعطي قوة يعطي حيوية في القضية القضية تبقى تشع أما النشاط الحيوي ميفيد أكو فتشي يسموه إلهام الإلهام فتشي أرقى من التحفيز عندما تجعل من فكرة ثقافة دين تسوي الفكرة دين هذا يسموه إلهام اللي الناس يتحركون بدون تحفيز بدون تنشيط بدون تحريك هذا يسموه إلهام يلهم يقولون قائد ملهم أو ملهم الفرد الذي يحول إلى الفكرة إلى الدين إلى عقيدة فتبقى بدون أن أنت تنشط هو نشط هذا المرحلة الثانية المراحل التي هي خمسة وكلها لا تنفع حقيقة في مجال حسم مادة الفساد الشيء الثالث يقولون الاستقامة الثبات المثابرة الإقدام الجرأة الجسارة هاي العناوين إنسان لازم يكون جسور لازم يقدم حقيقة ماكو خلال هذه المئة سنة إقدامات جسورة كثير صارت وإقدامات ملحة بثبات وبصبر وبمثابرة ومن عديد الجهات هذا العنوان الثالث يصير حديث عن الاستقامة يذكرون أنه القضية الكذائية ما أدري كم الجيش مثلا الفلندي أمام الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية كيف قاوم مقاومة مستميتة وأخيرا حققوا النجاح ويذكرون اصطلاحات يسموها سي 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 سو مثلا هذا الاصطلاح الاستخامة هذا شيء معايير مهمة حقيقة لكن لا تحسم والتاريخ مليء بهذه المبادرات في قضية البقية الشيء الآخر يصرحون يصطلحون عليه فكلمة معروفة مثلا يقولون القانون يكفل الحريات الأمم المتحدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان هذه كلمات هواية تطرح التشريعات التشريعات القوانين الوضعية لا تنفع عندما تكون هناك عملية تمييز حقيقة ما تنفع التمييز هناك دائما أكوجهة تريد تهضم حقوق الآخرين في عملية التمييز ما يمكن اللجوء إلى القوانين المكفولة يحتاج إلى شيء أكثر من التشريعات دائما شكايع في الأمم المتحدة وهذه المنظمات المنتسبة إلى الأمم المتحدة واليونسكو وهذه العناوين كثيرة مطروحة ومنه أهمها المفوضات في العنوان أهم المنظمات المنتسبة إلى الأمم المتحدة يسموها المفوضية العليا لحقوق الإنسان شوفي شنوها المنظمات المفوضية حقيقة لا يمكن أن تحرك ساكنة شنو سوى نشاط أكو هناك جهات عديدة في الشيعة أصحاب الغيرة والحمية حقيقة لجأوا ولكن هاي الأمور ما نفعت ما نفعت شوفوا ذرة فادت القضية والعامل الخامس الإعلام الإعلام وسائل التواصل الصخب الإعلامي الضجة الإعلامية أن نجعل من القضية ترند مثلا ما أدري كذا كم ترند صاير أخيرا شنو صار بالله عليكم واحد بالألف الوضع تعدل يعني موهس المقام مهان الزائر مهان أشد أنواع الزياء إهانة تحصل حقيقة مع هذا العمل الإعلامي فاد فاد واحد أكو قبل كم سنة 13 سنة قبل ألقى محاضرة فاد رجل على كل بريطاني أمريكي على كل حال ما ريد أجيب اسمه معروف كلش معروف ألقى محاضرة فوق 50 مليون مشاهدة حصلت لهذا المحاضرة يطرح عنوان الدائرة الذهبية الدائرة الذهبية في علاج المشاكل الدائرة الذهبية شنو كيف يمكن الإنسان يحقق نجاحات في الحياة في مجال التسوق في إدارة الأعمال في مجال العمل الاجتماعي كيف يمكن التحقق الإنجازات الكبرى وهذا يمكن فوق 50 لغة ترجمت هذه المحاضرة على كل حال سينغ اسمه على كل كتابها مطبوع مترجم في هذا البلد مبارك موجود الكتاب على كل حال لماذا اسمه ابدأ كيف تبدأ بلماذا هذا اسم الكتاب خلاصة هذه المحاضرة على كل حال كلمة واحدة أنه يجب يجب أن يعتمد الإنسان إلى الإعلام يعبر بكلمة كلش مهمة يقول كل هذول الناجحين في العالم هذول كانوا يمتلكون مكبرة صوت ومكبرة الصوت ومكبرة الصوت ومكبرة الصوت ومكبرة الصوت لازم يكون هناك الصوت عالي لازم يكون هناك هناك صخب الإنسان لا يمكن أن يحقق حقوقه يذكر هذا لاثر كينج هذا الكينج يذكر قصصه وش كيف أنه بمحاضرة واحدة حقق كل النجاح وبربع مليون في العاصمة وألف وكذا تسعمائة وستثرة وستين وينقل قضايا وغاندي شنو سوى وما أدري كذا الدائرة الذهبية يقول أصلا الدائرة الذهبية هي من فوق عندما ينظر إليها الإنسان هي على شكل مخروط المخروط يكون شبيه بشنو يقول ليس عجب أنه يصادف أن الدائرة الذهبية هي على شكل مخروط والمخروط هو مكبر صوت هذا حد شيء على كل حال تصريف محلي حقيقة مهم لا أنكر أنه مهم هذه عوامل مهمة ولكن يحتاج إلى عدد العدد صحيح هذه أصفار تكون رقم عندما يكون العدد الصحيح فالكتاب قبل يمكن خمسة وعشرين سنة طبع في أحد أكثر الكتب مبيعا في بريطانيا كان طبع هذا لحسنين هيكل محمد حسنين المقالات اليابانية يحدث كلام مفصل جدا عن أهمية الإعلام تعبيره يقول الإعلام لا يضاهيه شيء الإعلام سطى تعبيره هذا تعبيره سطى على كل المؤسسات الدستورية وكل الحريات الإعلام عنده سطو الإعلام كلش مهم الآن الإعلام موجود الشيعة حقيقة بالنتيجة الإعلام العالمي مسخر من قبل الشيعة ليستعملوه بس الإعلام شي يفيد يوم على يوم الوضع فيه تراجع والإنسان كله يحاول هذه المحاولات قلت هذه المحاولات تبقي القضية على قيد الحياة ومهمة لا أريد أن أستخف بها لكنها إذا واحد يريد يحسم القضية مئة سنة مضت الآن مئة سنة إحنا في السنة المئة الآن دخلنا فرح مئة سنة بعد تبقي والقضية تبقي يوم على يوم أشد وأكثر تراجعا إحنا سابقا نذكر كنا نروح نزور بسهولة وكانوا يوقفون تحت على كل المظلات الآن بعد عشر سنوات ماكو تحت مظلة وبعدين لازم تمشي ومسكرين الطريق يوم على يوم وضع أسوأ ما تقدر دقيقة توقف سابقا كنا نفتح الذكر كنا نروح نزور نفتح المفاتيح أنا أوقف أقرالي ساعة ساعتيا الله يشد الآن رجلي تعورني ثلاث ساعات أوقف ما حد كان الآن ما يسمحون لك دقيقة توقف يلا أمشي ساكرين الطريق في الشكل الذي يصير انسداد إذا تريد توقف وهل قد أكو صخب إعلامي وهل قد أكو شكايات ومراجعات لا قل أأكد لا أريد أن أستهين بهذه الأمور جزاهم الله خيرا القضية تحتاج إلى وعي كلمة واحدة وعي رسالة البقيع تحتاج إلى وعي تحتاج إلى فهم يعرف الإنسان من أين تأكل الكتف مع الأسف هذا الشيء الوحيد اللي التاريخ الشيعة فاضي منه ليش الآخرين عندهم وعي لأنه إن الشياطين ليحون إلى أوليائهم أكفت واحد يرفضهم وحي وحي ليش إحنا ما عندنا وعي الوعي فتشي مسيرة ألف ميل ولكن الخطوة الأولى لازم أن تتحققها الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا كل شيء مكفول لا تقول فلوس ماكو لا تقول الناس يخذلون لا تقول تفرق أكو لا الآخرين أسوأ من عندنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا تتصور إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله لا تتحدثون عن أنه هناك نزاع لا تنغرون بالحجي الفاضي إحنا بيناتنا نزاع أكو أنا أشتغل ذاك يفلش هذا حجي فاضي شهد الله هذا حجي رديء لا تنخدعون بهذا الحجي هذا هو هي الحياة هالشكل الآخرين هم هالشكل إيوصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله آيات قرآنية أكو بأسهم بينهم شديد هاي الأشياء موجودة يريد الشغلة فتشم واحد شهد الله مو كل الشيعة هذولة فتشم أوادم أربعة خمسة يعون بالرسالة هاي المصيبة شوفوا إننا عرضنا الأمانة شوفوا عندما تكون الرسالة الأمانة حديث عن الأمانة شنو إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحمله الإنسان الإنسان شنو الله في القرآن يقول أمره دائر بين عنوانين إنه كان ظلوما هذول اللي هدموا البقيعة ظلوما شنو جهولة جهولة منه إحلى الإنسان بين ظالم وجهول ظلوم صيغة مبالغة جهول صيغة مبالغة روح شوفوا في القرآن حقيقة صدمة هذه في القرآن ماكو كلمة واحدة جهول ولا مر القرآن القرآن كثير ينتقد الإنسان الأمم الظالمة الأمم الفاسدة الأمم منحطة قوم لوط الله لا يتحدث عنهم بالجهول لا يصفهم لا يصمهم بوصمة جهول في القرآن شوفوا عندما يصف قوم لوط إني أراكم قوما تجهلون فرق كبير بين كلمة تجهلون وجهول جاهل وجهول فرق كبير من الأرض إلى السماء قوم لوط على فعلتهم الشنيعة الله ما يصفهم أنه أنتم جداً ما تفتهمون ما يستعمل في كل القرآن ماكو كلمة جهول ماكو إلا بهذه الآية عندما يحصل الحديث عن الرسالة يأتي البحث عن الوعي فقط وفقط وعي ومو بالضرورة كل الأمة تصير واعية شهد الله ملازم أربعة خمسة عشر خمسة شهد الله كافي الأمم التي نهضت حقيقة ما نهضت بوعي الأمة كلها والجماهير كلها لا روحوا شوفوا أغبى اكتب في القوجل أغبى شعب في العالم شنو شوف الولايات المتحدة هم يعترفون أن أغبى شعب في العالم هم أغبى شعب في العالم شوف شلون مستهترين العالم مستخرطين العالم حتى أوروبا وكل البلاد في العالم مستخفين بها هاي الولايات المتحدة شلون حاكمة على كل الاقتصاد وعلى السياسة وعلى كل التلاعبات وعلى السلاح هذا أغبى شعب في العالم أربعة منهم خمسة عشر منهم فد مجموعة قليلة منهم ولتكن منكم أمة مو لازم كلكم يفتهمون فالجم واحد منهم يفتهمون عدل يضبطوها عدل يديرون الأمور عدل كل شي مكفول من قبل الله تبارك وتعالى إلا شي واحد مو مكفول أخرجكم الله أخرجكم من بطونة أماتكم لا تعلمون شي هذا مو مكفول أنت لازم تحققه تلك فتية آمنت بربهم فزدناهم شوفوا مسيرة ألف ميل الوعي لازم تعرف اقتصاد لازم تعرف سياسة تعرف علم نفس علم الاجتماع علم الإدارة تفهم استراتيجية تفهم هاي المفاهيم لازم إنسان يعرف دارس فيزياء كيمياء يعلم علم الفلك هذي كلها مؤثرة علم الأحياء شوفوا هاي المفكرين هذول كبار المفكرين كبار المفكرين يستلهمون إدارة الحياة من علم الأحياء كيف الطبيعة البيولوجيا شلون علم البيولوجيا يستلهمون أهم الأفكار من علم الأحياء هي هاي الدائرة الذهبية شوفوا تعبيرها شنو هو كل قائم على علم الأحياء لازم إنسان يعرف علم الأحياء الإنسان لازم يدرس هاي الأشياء خب هاي المسيرة الألف ميل صدقوني مو هي ألف ميل هي ميل واحد خطوات الله تبارك وتعالى يقول أنت تعالي بصوبي شبر أنا أجيب صوبك باع لازم الإنسان يخطو هذه المسيرة ألف ميل شوي الإنسان يحقق فتشي بسيط من الوعي والله العظيم فتشي بسيط من الوعي فتشي بسيط من الوعي بس شوي يفتهم أعرف الحياة من أين تأكل الكتف بس ما ينفع الإخلاص بعد ما ينفع في هذا المجال هل قد أكون مخلصين الإخلاص ما ينفع المثابرة والتضحية ما تنفع الجهاد ما ينفع الهمة ما تنفع الثبات ما ينفع والله ما ينفع ماكو ماكو ناس ألان ثابتي كم سنة يريد لشيء واحد كلمة واحدة تغيير طريقة التفكير بس ثلاثة كلمات شوفوا ثلاثة كلمات جملة تغيير هذا التفكير ما لنا أخيرا ما نتج مئة سنة وما كو فائدة هذا لازم نغيره لمتى نبقى على هذه هذه الطريقة البائسة الفاشلة المنكرة إلى متى نبقى هالشكل نفكر مئة سنة مو كافي لثبات فشل هذه الطريقة غير طريقتك نحتاج إلى تغيير طريقة أمير الممين عليه الصلاة والسلام عندفت خطبة في نهج البلاغة يسموها الخطبة الغراء هي كل خطب كل خطبه غراءة نهج البلاغة هذا بس ليش يسموها هذه الغراء مادة مهمة بها يبدأ الخطبة بهكذا واتق أيها الناس اتقوا اتقوا الله تقوى ذي لب شغل تفكير قلبه شوفوا التقوى مو أن الإنسان ما يطالع حرمات الناس وما يشرب أجل لكم والله كذا التقوى مو هذا التقوى الحقيقية مو هذه شي يفيد أن الإنسان الناس مؤمنة ومتقية ولكن كل المصالح مهدورة كل مصالح الطائفة مهدورة مو مهدورة مو مهدورة كل شيء نحن يستخف بنا حقيقة أضعف الأمم نحن حتى الهند ما يستخفون به مثل ما يستخفون بنا في الهند كان هذا المتحور دلتا متحور ذبح العالم كله في كورونا تذكرون كانوا يجون من الهند يدخلون ماكو عليهم أي حجر أي شي اسمه فلان ليش يعني هالشكل في أقدس مقدساتنا في أقدس الزيارات ليش الشكل هذا ما يحتاج إلى تفكير هاي التقوى مو التقوى الإنسان يصلي صلاة الليال نعم هي تقوى بلا شك بس التقوى الأساسية واتقوا الله تقوا الأمير المؤمن تعبيره هذا واتقوا الله تقية تنشغل تفكير قلبه الإنسان لازم يفكر أمير المؤمن في هذه الخطبة بعدين وراء كم جملة يقول وسلك أقصر الطرق تعبيره العبارة في الخطبة الغراء أقصد أقصد السبل أقصد يعني أقصر اقتصاد يعني أقصر السبل إلى الهدف المطلوب شنو هذا الهدف المطلوب أقصر الطرق إلى شنو هذا يحتاج إلى وعي يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى أن يعفو الإنسان من أين تأكل الكتف مو يشكل كل الجهد وعضلاته ونشاطه وما أدري ساحة الإرادة وما أدري كذا ما فات ما فات خلي نغير خلي شم واحد من عندنا يشتغلون على هذا الشغل ما يخالف فشم واحد يضبطوها فقضية معروفة في قوم كانت هالقضية كلش لطيفة جدا جميلة فحملة كانت حملة سنوية تأخذ زوار إلى الأمام الرضا فدواحد حاجي كلش قضية أكثر من مئة سنة قبل على كل حال قضية مسجلة في تاريخ قوم كان يأخذ زوار سيدة معصومة صلوات الله عليها يوديهم إلى زيارة أخيها قبر أخيها صلوات الله عليهم حملة زيارة راعي حجي كلش متدين حباب على كل خدوم وعلى كل يأخذ الناس والناس هم تدرون متلهفين كانوا يحضرون حملة ضخمة فديوم فت سنوات خمسين سنة فديوم متهيئ وعلى مشارف مثلا ثلاث أربعة تيام ويمشون في الرؤية هذا الحج المؤمن المتدين شاف بالرؤية الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال له هالسنة لما نجاي تيجي فلان شخص فالواحد أهل قوم لص معروف نشال بواق معروف رئيس نشالين في قوم هذا رئيس لصوص في قوم الإمام الرضا قال له قال له هذا شيء لو جيبه وياك بالقافلة هذا قاعد من النوم داخ شو هذا واحد رجل معروف فاسق فاجر هذا رئيس النشالين أنا أجيب حملتي كلها تضرر سمعتها تروح فأعج ما أحرك ساكن في الليلة الثانية شاف المولى عليه الصلاة والسلام أكد علي أقول لك جيبه وياك قاعد ما أدري شي يسوي في الليلة الثالثة شاف بعد شوف شي يسوي انحرج رح قل قل تجي أو أديك بلاش لزيارة المام الرضا قال شنو أحسن من هذا هو نشال بس بالنتيجة شيعة يعتقد شيعي نشال والله شيعي نشال ما أقول بعد ما أكمل على كل أخذه بالطريق اتفاقا خمسين سنة يرحون أربعين سنة بالطريق اتفاقا تعرفت القافلة إلى قطع طرق وذولك بيدهم سلاح ومواحد وعشر ومجموعة فدلم إجوا حاصروا القافلة بالمئات هذول مساكين على كل حال وقفوهم بطابور والسلاح بروفو وقراسهم واحد ما سكلفة يمر على كل واحد واحد من هذول المساكين بالطابور يلا طلع كل شي بجيبه كل ذهب ونساء ورجال وأطفال طلعوا حتى الذهب من التراجي من آذان الأطفال قطع طرقه ما الرحم ما عنده وبعدين إذا شي اسمه يفتش يخم الشي اسمه شنو أكو طلعه وتدرون سابقا ما كنت تجوري بالبيوت وأكو خوف يعني الناس لما نتهد البيوت ممكن تنسرق فتشوف التجوري ما لجيبه في كل ثروة كان يخلي وياه لمن يسافر لأنه ما عنده ضمان آخر هذا إذا انسرق يعني شنو يعني كل تاريخ ينسرق هذا خمسين سنة تعبان مجمع أموال ومسميها ومسويها ذهب يشيل بجيبة صحيح هذا ذهب راح مو بس زيارته تروح مو بعد ما يقدر يتواصل ويستمر لازم يرجع ويقعد على الرنج يقعد على كل حال بائس إلى آخر عمر حياته هالشي قطع الطرق حقيقة فتشي ياخذون كل ما أكو الفرد الفرد يروح ينسح بعد بالحياة هذا الزبار المام الرؤوف المام الرؤوف رؤوف بزواره عرف كيف يدبر حالهم فوقفوهم هذول كلهم وعلى كل خمطوها خمط كل ما في حوزتهم أخذوها وبعدين مشوا جاروها وفاروها وحملوها على يابوها كلها واخذوها راحا راحا وراحا وهذول خطية قعدة ويلطمون على راسهم ولاعدهم طريق ورجعون ماذا يفعلون ورا فترة طويلة على كل حال هذا لص الشبير هذا أبو اللصوص في البلاد يجي طلع وقفوهم قل لهم لا تخافون بعد فترة ها لمن هذول راحوا بتعدب كلهم لا تخافون كل أشياءكم محروزة وطلع فالشيز تضخم نفس الشيز يبدو هذا يخلي نفسه آخر الطابور هذول لمن على كل حال وصلوا لي بدل تشيز خلي تشيز مكان تشيز سارق بعد مثلهم بعد هذا خبير قدر يبدل كل تشيز كل هذه الأمور المسروقة اللي كانت في تشيز سرقها هي خلالهم في مجموعة حجر كذا تشيز بمليان حجر هذول بعدين افتهموا شلون على كل انغروا بالقضية القضية مايفيد عندما تصير تعدي عندما يصير تعدي تجاوز بعد ما تفيد تقوى تقوى يعني هذه التقوى المعروفة عندنا يريد لها مهارة يريد لها خبرة يريد لها احتراف الشغلة ما يتفيد عيني وأغاتي ولطم وكذا ينفع قلة في مجال ولكن في مسألة تحس إذا نريد على هذه السنوية نحسم هذه القضية يحتاج فتشم واحد المتحدة وما أدري مفوضية حقوق الإنسان وكل مظاهرات وصخب إعلامي هاي الأشياء التحريك والتحفيز والمنشطات وأعطي كل محاضرات منشطة ما يفيد لازم نعرف كيف نشتغل كم واحد لازم يعرف ولا نلوم الآخرين أن الآخرين ما يفتهمون لنقول الناس فتشي أنه إحنا فلوس ما عدنا فلوس من وين والآخرين ما أدرك هذا الله تبارك وتعالى هو مكفل القضية أنت ليش تخلي عينك على الفلوس ليش تخلي عينك على مساعدة الآخرين الله ينصرك إنا لننصره رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لعد شنو هذا وعد إلهي إذا فلان ما نصرك لينصرك إذا واحد عاداك مو مشكلة والله مو مشكلة خلي عاديك خلي يضع العصاب في العجلة مو مشكلة الله وإياك صاحب الزمان عجل الله فرجه وشريف وياه هو وعده هؤلاء وعده بالنصرة يعني شنو ننصرهم في الحياة الدنيا مو ويوم يقوم الأشهاد أيضا في الآخرة لنقعد نشتكي لنقعد نعتدي نقول الآخرين فلان ما يفتهم فلان كذا كل إحنا نزاعات هذا هو بعد نزاع شنسوي بعد أنت اشتغل عدل شوي يرقي نفسك فقط خطوة شوي يفتهم شوي يفتهم هذا الفهم القليل رح يأدي إلى فهم كبير رب العالمين يجعل فيه البركة شوي يفتهم ولو الإنسان يكون لص شوفوا يحميه وإلا هالعدد الهائل شنو قدروا يسوون القضية مو بالقوة العضلانية سلاح بيده قطع الطرق بيدهم سلاح تقدر تيجي تواجه يكفخك ويكتلك ما تقدر الطرف الآخر عند قوة يمارس قوة فلا يمكن مجابهته بالقوة العضلانية تحتاج شوية لمسات ذلك الطرف عند إمداد إلهي من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ومده الله تبارك وتعالى مو كل واقف حتى يمدك إليك لازم يصير توازن الله تبارك وتعالى يريد يمتحن الناس يريد تكون حياة حياة امتحان فيعطي إمداد فليمدد له الرحمن مدى مدى أنا شنو شوفوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى انت شوف ما يصير تقول الله يمطيني هداية ما كو انت حقق الخطوة الأولى هاي سورة مريم الآيات وراء من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ومدى لمتى حتى إذا رأوا ما يعدون يعني للموت الله يمدى عندك اعتراض على الله روح اعتراض حتى إذا رأوا ما يعدون إما الساعة وإما العذاب خب إحنا شلون الله مدى تدري مفؤول مطلق يفيد التعظيم الله يمدى بالفلوس يمدى بالإمكانات بالسلاح بالسلطة بالقوة كل شي يريد مدى مفؤول مطلق وإحنا شلون فلوس ما كو الله يقول أطيك أهم من الفلوس ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات وخير مرد الله يقول هذا أحسن هذا أحسن هاي الهداية الإلهية مثقال منها تسوى كل فلوس العالم لأن بالهداية أنت تقدر يتحقق الفلوس تحقق المصالح مهارة ولو مهارة تسارق بالله عليكم حتى لو نحصل مهارة فتسارق المصالح تنحمي ما تنحمي بالهمة والمعادر والثبات والحمية يريد لها الهمة جيدة بس إذا ماكو مهارة الهمة ما تفيد الهمة ما تنتج يريد لها مهارة خبرة تعرف اشلون تصيد الأمور تحقق المصالح حقيقة هذه المناسبة الأليمة هذه الفاجعة الكبرى حقيقة من أسوأ أنواع التمييز العنصري في التاريخ التمييزي المذهبي أنا هذه عقيدتي ليش ما أقدر أمارس كل واحد البوذي والسيخي والكل واحد في هاي البلاد يقدرون يمارسون كل على كل نشاطاتهم من دون أي تقييد بعدين نحجي ونقعد نقول القانون مكفول والحرية مكفولة هذه فرصة مهمة أن الإنسان فقط وفقط يحقق تغيير بسيط جدا في طريقة تفكيره في نمط التفكير فالشكل ثاني لازم نبطل من سوالفنا السابقة نفكر نبدأ بطريقة جديدة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر